مرحبا خير ازايكم يا احلى عائلة في الدنيا عائلة عبير جمال النهاردة اول يوم جامعة اول يوم بقى في الترمت تاني طبعا ده الاوتفت بتاعي انا كنت مانمتش اصلا النهاردة وبصراحة متحمسة جدا ان انا اروح للجامعة مش متحمسة عشان الجامعة متحمسة بس عشان خاطر اصور لكم الفيديو ده انتم متخيلين ان انا متبقة ومانمتش بتعبينة وقمت عشان خاطر اصور لكم تجهزات اول يوم جامعة وعشان اوريكم هلبس ايه وعشان خاطر اشارككم جاولة كده في الجامعة سريعة ونشوف هنعمل ايه النهاردة ففيه دي تلز كتير قوي هوريكم الميكا بلوك اللي بحطه هوريكم الشنطة وحتى جواها ايه فتعري يا ربينا بقى من ريش كتير هوريكم هنعمل ايه طبعا زي ما شايفين كده القوضة متروقة الحمد لله بصوا يا جماعة طبعا دي كوباية الشاي بتاعتي البشرب فيها واحدة الادراج اتروقت كلها مزبطة كل حاجة حتى يا جماعة الطرح بتاعتي هناك مزبطاها والاوتفت بتاعتي لنا زبطتها معاكم كل حاجة بيرفكت النهاردة بقى هلبس اول تي شيرت كنت جايباه من شي ان سوري مش من شي ان هو ده المفروض بيتبع في القاهرة وبيجبلك نفس الديزاينات بتاعت شي ان بجد جامد قوي يا جماعة هلبس ده وهلبس علي بانترون اسود لسه بقى مش عارفة هلبستر حارون هاي لسه مش مجمع اي حاجة في الله بينا نشوف دلوقتي هنلبس ايه دي الشنطة بتاعتي تعالى وريكم بقى حطيت فيها ايه انا محطيتش غير البوك وحطيت هنا معنى ان هو يبقى واضح لكم حطيت هنا بس يا جماعة البيرفيوم بتاعي اللي انا قلت لكم عليه اشتريته اهو حطيته حطيت البوك دلوقتي بقى اللي هحتاجة حطه المحفظة بتاعتي والباوربانج وكمان هحط الباسفور مع القفة عمل يتمحلس ويتباحلس كده عشان خاطر شافني صحية من بدلي بص يا ماما بصي ودي لوس يا جماعة المهم زي ما انتم شفتو كده جهزت في الشنطة البرفيوم والبوك وهحط معايا كمان اه اجندة صغيرة ممكن ااخد دي بحيث ان انا كده كده هشتري النهاردة اي نوت بوك جديدة عشان الترمت تاني لسه مشترتلوش ايه طبعين انا اكتشف بقى الباوربانج مشحون ولا لا مشحون صدمة في ان انا الاقي الباوربانج مش مشحون ودي صدمة بالنسبة لي المهم ان انا جهزت كمان معايا الهند فري هاخدها وهحطها هنا والسلك كمان بتاع الشاحن هاخده بس انا حاليا باشحن الموبايل فهسيبه وطلعت الاندرشيرت الاسود وطلعت كمان الاندرشيرت القطن الابيض بحيث ان انا هلبس الابيض وبعد كده فوقي الصوف وبعد كده فوقي البلوفر طيب يا جماعة زي ما تشافين كده البست السويت شيرت اهو بجد جامد اوي وقارت انا البس عليه بانطلون اه ومش هو بويفريند اه ومش اسكني برضو فهو حاجة في المتوسط كده اه لبسته ولبس تحته شرب اسود عشان ما بقتش حب رجلتبان واغلب البنطيل اللي عندي بقت قصيرة اه وقارت انا هلبس الترحة الزيتي دي والايس كاب الابيض بحيث ان انا مش حابة الترحة الطير فبصوا يا جماعة الدرجة بتاعتي الزيتي مع التيشرت هتبقى جامدة اوي وفي نفس الوقت انا دايما بلبس اسود فحسيت ان انا هلبس لون هتبقى تغيير بجانب بقى هلبس اه الايس كاب بحيث ان الترحة برضو مطرش يلا بينا بقى نشوف الميكاب اللي هنحطه مع بعض عشان انا متحمسة جدا اوريكم الميكاب اللي بحطه للجامعة طيب يا حلوين تعالوا بعض الوقت اوريكم الميكاب اللي انا بعمله وانا رايحة الجامعة اول حاجة انا ببعمل بالليل مرتبها بصرتي كويس جدا زي ما قلت لكم انا كده كده ما نمتش بس من قبل منام ما المفضنا وقت النوم احطت على بصرتي المرتب والسيرم وكده كل ما بعمله انا قبل الميكاب بجيب فكسر سبري وابدأ ان انا الهواء يا دوب ادي كده جلوي لبصرتي وترتيب سريع جدا وبس يبصرتي تتشربه وفي نفس الوقت بها بابدأ ان انا اصرح حواجبي كده انا بصرحها بس وبعد كده باملأ الفراغات باي باودر ان انا املأ الفراغات اللي في حواجبي بالبلت بتاعت ام ان كل انا هعمله بصون الهواء بمشي على حواجبي ولكن مش بعرض ولا بتاخن ولا بعمل اي حاجة غير اني بمشي على حواجبي كده بتقل بس الطرفي بتاعها شان هو خفيف بالنسبة لي اعمله كده وبعد كده لو في اي زيادة بضبط هبصر الفراغ ما بين دي ودي دي لونها باهت شوية لان انا حواجبي لونها رمودي ودي اللون بتاعها بس تقلس شوية هعمل بقى الحاجب التاني وارجع لكم وارجع لكم اواريكم الفاينال لوك بالشكل حواجبي الخطوة بقى اللي بعد كده وهي بالنسبة لي اجبارية مش اختيارية وهي خطوة زي ما انتم شايفين الدرجة دي بيش غامق ودي بيش فاتح انا ما بحبش افتح نفسي خالص بحط الدرجة دي اغمع من بشرتي ودي نفس درجة بشرتي بالزبط والبيوتي بلندر بتاعتي زي ما انتم شايفين ده انا بجد بحب قوي بتاع الاي جر اه الدرجة بتاعته وححطها لكم على الفيديو انا بصوا يا جماعة فرق الدرجة هي هي غامقة عندي اه ونما جبتها كنت جايبها درجة غلط بس بعدين باستخدمها كوريكتور وبالدرجتي المفضلة بحطها عند تجوية في العين كده وعند الاسمرار اللي عندي وبحطها كمان في نهاية العينش بحط كمية كبيرة خالص وهينا نفس الفكرة بحط في الكمية هنا وكمية في الاخر دي دايما بوزع كده بالفرشة وبالنسبة لي بيبقى كفاية قوي تسيبوا بس كده حوالي مثلا عشر ثواني وبعد كده قدميكوا بحيس ان انا بديله بجمنت على شوية فيجف على بشرتي بسهولة يلا بينا انا نعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر قبل الماء اوزع الشغل ده تمام مش بحب ان انا الهواء انزل تحت او الهواء اعمل في وش كتيره عشان ما يبنش ان انا حط الهواء فول ميكاوب بتاع انا بحط نفس الدرجتي بحيس ان انا بس اداري الهلات بس والهواء قويلة النوم سبيتي بلندر يا جماعة ترية قوي قدامي هناك في مراية فانا ببص فيها انا صاحبتي اللي جاياري من عزبة النخل قدامها عشر دقايق وتوصل وانا لسه في اول ستاب يعتبر لسه بقى قدامي الطرحة والايس كاب وقصص كتيره بجيب الدرجة دي بقى اللي هي بالنسبة لي بقول عليها الافتح بس هي نفس درجة بصريتي وهتشوفوها اهيد الوقت بصوه نفس الدرجة بزبط بحطها هنا وهنا ومش بحب ان احطها فوق عشان الخطوط بحطها في المكانين في المكانين دول بس 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 خمس سوين لانا مش بحيب اخسيب الدرجة دي على بصورتي ابو فابدعنا انا اوزع بالطرف الورا الشكل ده شايفين يا جماعة بتعملي زي هايلايت وبابدعنا انا اقطبتك كده وهيه في المكان وبعدين اوزع ببص الفوق عشان الخطوط لو عندك خطوط اعملي الطريقة دي بجد حلوة ابيه وهنا برضو هنعمل بنفس الطريقة هنبدأ من ورا ونرفع اللي فوق عشان ندي ساحبة وندخلوا الجو شوية بصي اللي فوق لو عندك خطوط علشان ما يكركعش معيك بص يا جماعة ولا طلع خطوط ولا عمل لون رمودي ولا اي حاجة دلوقتي بقى قبل ما ينشف او قبل ما يعمل خطوط بنمتأ ان احنا نثبت كويس مش بحيب احط فوق عيني وبعتبر ان الهالات اللي فوق عيني دي زي ايشالو نستخدم يا جماعة اللوز باودر دي بس قبل ما استخدمها بتشك كده تحت عيني ان ما فيش خطوط خالص عشان لما يكي احط اللوز باودر بصوط نركز على الحيطات دي عشان الخطوط تمام بنفس الفكرة بصوه كمية بسيطة جدا ونتشك كويس جدا ان احنا بنحط اللوز باودر بطريقة يعني خفيفة اوي بعد كده ممكن نحط فوقها طبقة ثانية بحيث ان احنا نثبت كويس اوي اوي بعد كده بننفض بزيادة شايفين البواي يبقى عادي ما احطها كده على بشرتي هي مش بتعمل حاجة بس انا تعودت من اعمل كده بالبواي وفوق عيني بعد كده الحلوين هي خطوة المسكرة وهي بالنسبالي من الاساسيات والمهمة جدا 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 بجد فا اه انا مش هحط ايلينر النهارده بالله اعلم ممكن اغير رأيي اه بعمل المسكرة دي دي المسكرة جماعة بتاعت سكاي هاي بصو هي حلوة بس بتوقع عرموش اه وتسقيلة جدا عرموش ما تنفعش الاستخدام اليومي بس انا نساعد ما جبتها باستخدامها يوميا فموضوع بجد صعب اوي وهي كمان يا جماعة بلاستيك مش فحم اه فمش بتطلع بسهولة يعني حتى بالميكاب ريموفر بواجه صعوبة وبلاقي تاني يوم برضه في بواقي لسة بتنزل كده مش هرسم اعلينر عشان لو هرسم اعلينر كنفضة رسيمه قبل المسكرة حاطيت يا جماعة المسكرة زي ما انتم شايفين كده بجدة حلوة قوي دلوقتي من اكتر المراحل برضوئلة بحبها وهي مش اساسية بالنسبة لي بس النهاردة اول يوم فقلت بقى اما عملها وهي خطوة هي يعني خطوة بالنسبة لي كده بتكسر اللون بتاع البصرة وانا كده كده مش حطة فونديشن ومش حطة حاجة فبالنسبة لي يعني خطوة البرونزر دي حلوة قوي مش ببقى حطة يعني طبقات كتير قوي شايفين الفرق من ما فيش فرق اللي فيه بحب ببرز طفاحة خدودي لانا انا وشيء صغنة ومش ما فيوش خدود فبجد بتفرق معي قوي خطوة هنا كمان شغية وانا طحفة 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 تعالوا بقى انجرب دلوات تدركة الروج بتاعة ميت سنماء اللي رحت هوا جبت لي جماعة الروج اهو حكو كده حسنا درجة تحتوها دي قوي وعجبتني قوي دا شكل كده بعد ما خلصت درجة الروج وزبطت كل حاجة هلبس بقى دلواتي الطرحة معاكم حواليكم بقى انا لو مش هلبس الايس كاب هحطها كده عادي وهرميها لورا وهتبقى ضن معي قوي طيب لو هلبس الايس كاب باسبها كده بعدين بجيب الايس كاب مش عارفة ليه حسنا مش عايزة للبسوه بجيب الايس كاب كده وزبطو على دماغي بعدين مجيب الترحة دي بالشكل ده اكتبو لي بقى في الكمنتات شكلها احلى علي بالايس كاب ولا من غير الايس كاب وبس كده ده هبريكم دلوقتي شكل اوتفت كامل في المرة وده كده يا جماعة الشكلي بعد ما لبست كل حاجة ولبست الشنطة الظهر كمان كمان هطولها شوية ودي اللون بتاع الطرحة طبعا بس الايضاء مغيرة فيها شوية وما رسمتش ايلاينر حسيت ان موضوع كده سمبل اكتر اكتبو لي بقى رأيكم في الكمنتات ويلا بينا بقى ننزل دلوقتي ومن هنا يا حلوين خلاص خدتلك كام صورة بتوعي ونزلتهم على ستوري بتاعت الانستجرام ونبدأ من هنا ركبت المترو انا وصحابي وزي ما انتم شايفين وصلت محاطط جامعة حلوان الدنيا كانت زحمة جدا فحاولت ان اصرع لكم الدنيا طبعا كنت زي ما قلتلكم محتاجة اشتري كشاكيل فجيت هنا عادت اتفرج على النوت بوك وكده بصراحة لقيت ان اسعاره عالية قوي عن الطبيع يعني كانت حاجات كتير كده الاسعار بتاعي طبع مكتوبة خمسة وخمسين كان بيقولي سعرها تمانين وخمسة وتمانين عشان خاطر الاسعار اتغيرت وطبعا في حاجات كده يعني ما حاست هاش تستاهل السعر ده فقلت ليه نرمي الفلوس في الارض بعد ما انا وصحبتي اختارنا قررنا ان احنا نسيبه ونشوف حد تاني ممكن يبقى عنده حاجات كويسة او حاجات لقا بس انا كعبير يعني سبت الكشكول كان فيه برضو حاجات كتير حلوة بصراحة والجمل اللي عليها حلوة بس لقناها في مكان تاني بسعر احسن وهتشوفوها دلوقتي وزي ما انتم شايفين كده ده كان قدام محطة حلوان ركبنا بقى المترو سوري تلعنا استلم مركبنا شما تلعنا استلم وروحت اشتري من محلة تاني طبعا اشتريت اقلام واشتريت كمان اه كذا حاجة تانية ده استلم اللي انا اشتريت من عليه اللي هو الممر اللي بينزلني على جامعة حلوان على طول كان عندهم بصراحة عجندات كتير قوية واشكال كتير قوية وحلوة والاوبشنات كانت برضو لذيذة اه بصوا انا اخترت الكشكول ده بصراحة مجرد ما وصلت اخترته مكتوب عليه جملة حلوة قوي 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 اه حبيتها يعني انا الوقت باخد الكشكول بمانا على الجملة اللي مكتوبة عني وكان فيه برضو كذا حاجة تانية اللي انا جبته ده كان سعره حوالي 27 جنيه فكان سعره برضو مناسب هو مش زي التاني بس برضو كان سعره حلو يعني اه وكان فيه اجندة تانية برضو صاحبتي اخترتها كان سعرها 55 مقارنة بالتاني اللي كان بيقولي ب85 فرق شاسعة طبعا لو حد جاي يشتري اكتر من واحدة وزي ما انتم شايفين هنا كانت صاحبتي برضو بتختار حاجة تانية واختارنا خلاص كل الحاجات اللي كنا عايزينها وزي ما انتم شايفين اه بصراحة انا كعبير بحب الاجندات جدا حتى لو مش هكتب فيها اي حاجة وهنا كان فيه بقى ورق فلس كاب كنت بشوف انا عايزة اجيب ايه للجمعة اشتريت الكشكول واشتريت برضو كراسة عادية جدا عشان برضو لو عزت ان انا اذاكر فيها يعني او اشخبط فيها في الجمعة اكيد في الجمعة الواحد مش بيبقى محتاج حاجة تبقى احسن حاجة يعني يبدو دائما انه مستحيل حتى يتم الانتهاء منه وحاسيت الجملة دي حلوة وعميقة جدا وهنا واحدة نازلنا على السلم اللي بيكسر الظهر كنت عمال اجري صاحبتي بكاب تقول لي اجري بقى اشان نوصل بسرعة معين اعطت فارج شوية حكت لها بقى ادي حكى الامر دي وانزلنا هنا بقى اول ما دخلت الجمعة الحمد لله بسلام الجو كان لزيز لحد الحتة دي وبعد كده الواحد اتصدم الواحد كان متخيل ان هو لابس كويس وطبعا هنا كنا لسه في اول اليوم فصحبي انك انا بيتامروا علي ان هما يبوزوا لي الفيديو بتاعي بس انا هقفل الصوت عشان انا محترم ومش عايزة بضحكو يالي انتو عارفين نفسكو هناك ما بيصوروني بيقولوا احنا هنبوز لها الفيديو ونصور نفسنا وهم فعلا عملوا الحركة دي بس بعد ما صوروني الفيديو وانا كنت بقول لها نزعلنا منك وكنا عادي ماشي نهوزر واليوم بجد كان لزيز بس بعد اول محاضرة عبير فقدت طاقتها ايه اللي حصل بقى تعالوا احكي لكم هنا كنا رايحين عشان قطر نجيب حاجة صخنة نشربها قبل ما ندخل اول محاضرة ووصلنا للمكان ده تقريبا اسمه افريكانو جبنا منه اللتي او الكابتشينو بصراحة عمو حلو كده وكل حاجة كانت ضن يعني المشكلة بقى كلها ما كانتش هنا المشكلة ان احنا اول ما دخلنا اول محاضرة كان معادها الساعة تمانية واحنا بصوا يا جماعة الستوري دي كانت نصورها تمانية ونص وعلى ما وصلنا للمدرج كانت الساعة تسعة انتم متخيلين كانت ساعة تسعة واحنا رايحين نحضر محاضرة الساعة تمانية كمية بجاحة فضيعة هنا كنت ببوز الشكل بتاع الكابتشينو عشقاتر السكر كنت محتاجة ازود نص معلقة سكر وانا ما بحبش اشرب الحاجة يعني سكر زيادة بس ايوها الفكرة ان انا كنتش حاطة غير نص معلقة وزودت النص تاني احنا دروقتي رايحين محاضرة محاضرة مفروض معادها الساعة تمانية واحنا دروقتي الساعة دخل على تسعة في الموضوع طبعا يعني ايه ساعة قوي وكنا متأخرينش هم بنجيب بقى مدرج عشرة فلما نوصل هارجع لكم تاني نصيحة حلوة قوي بدل ما تحطوا الهند فري وتعود تسمعوا اغاني لو انتوا حاسين انتم مملين او المحاضرة مملة بالنسبة لكم ما فهمتوش منها حاجة قاعدوا يعني سباهوا واشتريت من المترو السبحة دي وعد تسبح طول المحاضرة عشان بجد ما كنتش فاهم حاجة هنا بقى تخفيلة على الرأي وانا نايمة وكنت قاعدة بسبح بجد يا جماعة موضوع التسبيح وانتوا في المحاضرة يعني الواحد كان تعبان ومش قادر يرفع دماغه وشايفين شكلك والمجهد ازاي خلصت من المحاضرة انا كنت بقى فايقة قمت بقى سبحان الله يعني عندي طاقة وباور ان انا اخرج وارح اي حتة بسبب ان انا يعني المحاضرة خلصت بس بجد موضوع كان سعب قوي وما قدرتش ان انا افهم اي حاجة والمحاضرة اللي قولها بالنسبة لي ضعت لما تعرفوا بقى اللي حصل في المحاضرة التانية مش هتتخيله يا جماعة رحنا مدرك تاني انا معرفش ليه كنت حاسة ان هو كله تكيف بس هو بجد ما كانش فيه تكيف انا كنت متلجة وجالي برد في عظمي مكنتش قادر اقعد اعدت على الارض في جلت نايمة على رجل صاحبتي شوية وشوية على الديسك مكنش عارفة نام على اي حاجة بجد نمت على الشنطة بتاعتها بجد كان يعني واجع فظيع جدا في جسمي ومكنش قادر استحمل وروحت بعد المحاضرة دي هنا بقى اصحابي قرر ان هما ما يضحوش بي وقر قرر ان هما ما يستغنوش عني ورواحو معايا فقررنا احنا نجيب اندومي واحنا راجعين نساري نفسنا به رحنا برضو جبنا من افريكانو اندومي انا جبت باللحمة وهي برضو جبت باللحمة وجبناك كبير واحلى حاجة بقى ما في الموضوع ان هو بيديكي العلبة بتاعت الشطة وانا حطيت كمية شطة فظيعة يا جماعة وعمري في حياتي بجد ما حبيت اكل اندومي من غير شطة لانه حالاته بالنسبة لي في الشطة وقللت نصد كوباية الميا يعني بصد كوباية صاحب كانت مليانة وانا كوباية كانت مش باية اصلا الميا اللي فيها هيا بتقولي كفاية عليكي كده وانا مصنونة اقول لها حطي تاني حطي تاني بترها انا مش عاجبني برضو حطي تاني وزودت الحمد لله بعد كده سيبت الاندومي ستوي شوية وفتحت الغطا بقى بتاعه وقلبت وعادنا ناكل طول المترو وبس كده الحلوين يكون بالنسبالي اليوم خلص روحت البيت وارتحت شوية وانزلت اتماشى بالليل في ركسي وجبت طبعا حمص الشام وتصبحه على خير